السلام عليكم. مرحبا بمتسبعي قناة الحميدي. اذا ان شاء الله من خلال هذه الحلقة كما تشوفوا معي في العنوان. فغادين هدروا على واحد الموضوع اللي هو موضوع في غاية الاهمية. لان عداد كبير الى حدود الان ما زالت يغلط يعني. فالفرق بين النص النظري والنص الطبيقي. ان شاء الله انا جدت لكم يعني واحدة مجموعة من النمد يجمل اتجاهات يعني اللي كتقرأ كاملة من احياء النموذج يعني حتى الاخر درس اه في في الباكالورية. اه كان فيكم اللي غادي قول طبعا بان نتنعرف مثلا الفرق بين النص النظري والنص الطبيقي اذا ما كي يلاش مثلا تابع هذا الفيديو هذا فتنقول لك بان وخاع اني تكون كتعرف الفرق بين يعني النص النظري والنص الطبيقي فانا كنعطي يعني معلومات اضافية ومعلومات مهمة انطلاقا يعني من من الفيديو ديالي. اذا فاكنتمنى على انك تتابع الفيديو ديالي من الول حتى الاخر. اذا فأيضاً يعني بغيت نقول لكم بأنه عندي قناة أخرى للعنوان ديالها وهي قناة عواليم خفية كنتمنى على أنكم دخلوا لها بدغطوا على زر الشراك ثم تفعلوا الجرس أنا إن شاء الله غدا نخليها لكم في صندوق الوصف إذن فعلى بركة الله غادي نبدأ غادي نبدأ بأول حاجة هو الفرق بين نص نظاري ونص باقي في إحياء نموذج إذن كما تشوفوا معايا كما يعني هنا في النص والو هو النص النظاري إذن شوفوا معايا النص النظاري اللي كتكون واحد مجموعة من الفقرات اللي كتأثر لنا وكتمهد لنا لاش لإحياء النموذج هنا هما يعني فقرة اللولة فقرة الثانية فقرة الثالثة وفقرة الرابعة بالإضافة إلى ذلك كين يعني اللي كيعرف الفرق بين النص نظاري ونص الطبيقية فقط يعني بالأسئلة لكن تنقول لكم بأن مثلا خصا في إحياء نموذج وفي باقي يعني الاتجاهات الأخرى اللي غادي نشوفوا فالفرق كيكون باين يعني بشكل كبير بزاف قاع شوف هنا نظام يعني الفقرات ونص نثري أما هنا كما كنتشوفوا معايا فهو نص الطبيقي إذن فهو نص الطبيقي في إحياء النموذج تيكون عبارة عن قصيدة كتنتهي براوي موحد ليو مثلا هنا حرف الدل وبقافية موحدة إلى غير ذلك من الأشياء أيضا كين اختلاف على المستوى على المستوى طرح الأسئلة لكن شوفوا معايا غير الشكل مباشر تشوف غير الشكل فهو كيكون باين يعني النص النظري من النص الطبيقي هذا فيما يخص إحياء النموذج ندوز إلى السؤال الذات إذن كما كنتشوفوا معايا النص يعني دي السؤال الذات هذا نص نظري تهو أيضا يعني كتكون مجموعة من الفقرات هنا يعني كما كنتشوفوا معايا تمكن المازي دي والعقاد من إحداث بعض التغييرات في الذوق الأدبي خلال العقدين الثاني إذن هذا نص نص يعني نظري كي تكون نحن مجموعة من الفقرات ندوز إلى النص الطبيقي دي السؤال الذات إذن فالنص الطبيقي ثم كما كتشوفوا معايا فهو عبارة عن قصيدة شعرية أيضا عندها حرف راوي موحد وعندها أيضا قافية موحدة وهناك يعني لسئلة تشبه تماما تقريبا يعني الطريقة كيفاش نتروحها تشبه تماما طريقة ديال النص الطبيقي ديال إحياء النموذج طبعا ندوز إلى اتجاه الآخر وهو اتجاه ديال تكسير البنية إذن فهذا نص نظري إذن كما هل تلاحظون معايا دائماً على أن النص النظري تكون من إحياء النموذج وسؤال ذات وتكسير البنية فدائماً تيكون نص نظري منهم عبارة عن مجموعة من الفقرات إذا فهنا مسألة باينة وواضحة يعني بشكل كبير بزاف قاع واضحة بزاف ما كتهمكم مش قاع يعني للأسئلة وما زال غال نرجعيني يعني للطريقة ديال يعني كيفش كتطرح مثلا الأسئلة باش نعطيكم أيضا الفرق بينها وكيفش تعرفوا على مثلا بأن هذا وش الاتجاه هي النموذج أو لا يعني للسؤال الدات أو لا تكسير البنية أو لا هاتشي مثال ما زال إن شاء الله غال نخص له وهذه الحلقة خاصة به إذا هذا النص النظارع ديال تكسير البنية إذا نغن ندوز إلى النص الطبيقي ديال أيضا تكسير البنية إذا نشوفوا معيها النص الطبيقي دياله عبارة عن مجموعة من الأسطور الشعرية يعني كتختلف الطول وفي القصر ديالها كتخللها يعني واحد مجموعة من النجيمات ما بين يعني كلها يعني مجموعة من الأسطور الشعرية إلى غير ذلك إذا فهنا أيضا كيكون الفرق باين نص النظري والنص يعني التطبيقي ديال هي نموذج وسؤال الدات وتكسير البنية وجديد الرؤية اللي ممكن يعني تلقوا فيه انتوما يعني المشكل أو لا ربما أنكم تلقوا فيه يعني واحد مجموعة من الصعوبات هو ما اللي غادي نوصله مثلا القصة أو اللم اللي غادي نوصله يعني المنهج البنية والمنهج الجماعي إذا هذا نص نظري ديال القصة هنا عدنا نص نظري كما كتشوفوا هنا عدنا نص نظري وهنا يعدنا نص تطبيقي احنا قد نشوفوا يعني شنفرق ما بين نص نظري ونص تطبيقي في القصة شوفوا معي نص نظري إذا القصة فن أدبي يتناول يتناول حدثا أو مجموعة من الأحداث التي يمكن أن تجري في بيئة ما طبعا إذا شوفوا معي هنا كما هدلنا أو يعطينا التعريف ديال فن القصة أما فيما يخص نص تطبيقي تعطينا قصة قصة واقعية كما مثلا سعدت إلى الأوتوبيس المتجه من إلى تناولته وشوفوا معي يعني هنا يا كي يعطينا قصة كي تناول لنا قصة معينة أما في النص نظري فيه تيمهد أولا تعطينا الإرهاصات الأولى أولا شنو ما المكونات والعناصر الأساسية ديال القصة أما هنا فتعطينا قصة معينة قصة كي يحكي لنا قصة معينة إذا هذا الفرق بين النص النظري ديال القصة والنص الطبيقي سننذهب إلى الاتجاه الأدبي الآخر وهي المصرحية إذا المصرحية عندي هنا فقط النص النظري المصرحية هي تعبير عن صورة من صور الحياة تعبيرا واضحا بواسطة ممثلين يؤدون أدوارهم أمام جمهورهم إذا لاحظوا معي هنا فقط يعطينا تعريف ديال المصرحية إذا عندي ملاحظة فكين فيكم اللي غادي يقول لي يا إذا شن هو شن هو يعني التطبيق ديال هاد المصرحية دي أولى النص الطبيقي فتنقول لك بأن النص المصرحي فمن ألفين ومشرة إلى حدود الآن مع مرض تعطاش امتحان في النص الطبيقي ديال المصرحية آآ فغالبا علاش ما كنت تعطاش لأنه يعني كيكون أولا صعيب في التحليل تاني حاجة يعني فيه شخصيات يعني فكيكون صعيب في التحليل فبالتالي يعني ما آآ مش كيسهلوا على التلامد إلا غير ذلك سيعطعهم الشيء اللي آآ في المتناول دياله آآ هذا النص نظري ديال المنهج الجماعي أيضا النص الطبيقي ديال المنهج الجماعي والمنهج البنياوي فما عمرهم معطوهم يعني من واحد سنين كدبر من الفين وعشر وأنا أجي وجي يحتل دا حتل يعني الالفين وو وتسعتاش عمرهم أعطاو النص الطبيقي ديال المصرحية وديال المنهج الجماعي والمنهج بنياوي لأنه يصعب جدا حقيقة أنك متحللو خصا إلى منهج الجماع والمنهج الجماع والمنهج البنياوي صعيب بزاف أنك متحللوه يعني من ناحية آآ تطبيق إذا فعلم الاجتماع الأدبي هذا يعني النص نظري كما تشوفوا معي هنا فأيضا هو لا يختلف تماما عن الباقي النصوص الأخرى سواء في إحياء النموذج أو سؤال الدات أو تكسير البنية أو جهد الرؤية أو المصرحية النص نظري عادي جدا يؤثر ويمهد لعلم الاجتماع الأدبي سواء يعني تمهيد سواء يعني كيعطى العناصر دياله سواء يعني مهمته ضرلينها لعلم الاجتماع الأدبي أو لنشآ دياله أو لا إلى غير ذلك أما يعني باش يعتبر النص طبيقي فهذا المسألة مسألة صعبة جدا آآ ممكن يعطوه في الجامعة وكيعطوهم في الجامعة على التحليل يعني المنهج الجماعي ولكن في الباكالورية أعتقد أعتقد آآ على أنهم صعب جدا أنكم تحلوه فبالتالي ما تعطوه مش آآ أيضا يعني المنهج المنهج البنياوي أنتم كما كتشوفوا معايا فأيضا هذا نص نظري المنهج البنياوي منهج يرمي إلى تقديم قراءة علمية منضبطة للنص الأدبي إذن فهو أيضا يعني يماهد ويعطي الإرهاصات أو التعريف لمنهج البنياوي وممكن أنه مثلا يقولوا لنا آآ فوق شبان ومعامن بان وشنو الهدف دياله إلى غير ذلك فهذه المسائلة هذي كلها بإمكانها أنه تعطاكم ولكن في النص النظري ماشي في النص يعني التطبيقي خاصة كما قلت لكم في المنهج البنياوي ومنهج الاجتماعي إذن فاكم تمنى حقيقة فقط على أنكم تكونوا على الأقل أنكم يعني خضيتوا نظرة على شنو الفرق بين النص النظري والنص الطبيقي طبعا آآ كين اللي غادي يكون عارف هذي المسائل هذو أيام زيان ولكن كين اللي ما عارفهمش فهذه فرصة باش ينتعرف اليوم باش ان شاء الله انطلاقا يعني من الفيديوهات القادمة ديالي أنني يعني نزيد نتقدم معكم شوية في الشروحات آآ المستوى يعني المستوى يعني التحليل ديال ديال يعني سواء المنجبيني أو المنجج جمعي أو لباقي باقي الاتجاهات الأخرى اللي يشتوا إذن فا ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زيارة الجرس ورا ديما تنقر لي كومونتر ديالكم وشكرا لكم بزاف وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله وشكرا لكم اشتركوا في القناة